التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط كما أكد المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى أفاق أرحب إلى جانب التنصيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية وتنول اللقاء أو الاتصال بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبول تنصيق الجهود الدولية في هذا الصدد عقد بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الدوري لأليات المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية وتنولت الاجتماعات بالبحث والنقاش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وذلك في إطار حرصهما على تنصيق مواقفهما وتبادل الرؤى فيما بينهما تجاه تلك القضايا بما يصب في صالح الدولتين والمنطقة ألقت مصر بيانها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأترية باكو والذي عقد على مدار يومين الخامس والسادس مليونيو الفين وثلاثة وعشرين وذكرت وزارة الخارجية أن بيان مصر تطرق للتحديات الدولية والإقليمية المختلفة التي تواجه العالم والتي تتطلب مواجهتها تعاونا وتضامنا حقيقيا بين كافة الدول خاصة في ظل عكاسات أثار فيروس كورونا وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه الدول النامية خاصة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وكذلك ما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة وتفاقم العكز في الموازنات العامة مما يحتم إلى الدول المتقدمة مزيدا من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات نستثمارية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن بلاده تريد الصدق في العلاقات مع حلف شمال الأطلنطية النيتو وأضف زلنسكي خلال زيارته للتشيك أنه حان الوقت لإظهار شجاعة الحلف وقوته لفتا إلى أن أوكرانيا تتطلع إلى دعوة للانضمام إلى النيتو في قمته التي ستعقد في العاصمة الليتوانية الأسبوع المقبل أعلنت رومانيا إنشاء مركز لتدريب الطيارين ومن بينهم طيارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات أمريكية من طراز F-16 وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان إنه سيتم إنشاء مركز إقليمي لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة للمقاتلات وتسعى عدة دول لمساعدة أوكرانيا في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات F-16 بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة للتزويد كييف بهذه الطائرات لقيا ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثمانين آخرين جراء حريق شب في دار المسنين في ميلانو وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أن واحد وثمانين شخصا نقلوا إلى المستشفيات من بينهم اثنان في حالة حريقة وصرح رئيس بلدية ميلانو أن الحريقة تم إخماده بسرعة كبيرة لكنه أنتج أدخنة أصابت الكثير من السكان رياضيا حقق إيهاب عبد الرحمن لعب منتخب مصر لعب القواء الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الرمحة بدورة الألعاب العربية والمقامة حاليا بالجزائر ونجح إيهاب عبد الرحمن في حصد الذهبية بعد تحقيق مسافة ثمانين فاصل خمسين مترا في المنافسات التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر موسيقى